ايه هتوسخ الكنبة عدوا عدوا على الارض الله 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 الريحة الريحة قلب الشرع يا بنتي ايه صنية البطاطس دي انت عملا صنية البطاطس مش كده شوف بقى عشان تعرف ان امرتك بتحبك عده ايه انا عرف ان انت بتحب صنية البطاطس وعمللك فراخ محمره انما ايه هتكت صوابعك وراها تسلم ايدك يا ست كل يا ست الناس يلي اكلك احلى احلى من كل الناس يا سلام كل الشعر ده عشان عمتلك صنية بطاطس بالفراخ ايه يا قلب واحنا بنشوف الفراخ اللي كل فين وفاني ربنا يخليك ليه مع ان كنت راجع مزاج الوحش خالص بس وانا طلع على السلم شميت الريحة مزاجة عدل والله مزاجك وحش ليه يا عمر ماذا ماش يا ست الرئيس بتاع الشغل ده تصاملي اسبوع كل ده عشان اتأخرت يا ست اقارت مرتان ثلاثة رح يخصملي اسبوع منو لله الظالم منو لله ربنا هيحزبك واحنا في الشهر كام اسبوع عشان نخصلك اسبوع كامل حصبي الله نعم الوكيل فيه يلا حايبت بقى جهز الغد على ما روح اغير وجيلك ماشي يا حبيبي واعملت طبق صلطة في كل انواع الخضاء ماشي يا حياتي مما روح اغير هدومي بقى واستعدي للغد المتيل تصاملي بخبط السعادة حاضر حاضر اهلا ازايك يا سهير انت ايه اللي جابت دلوقتي يا بنتي مش يا بنتي انت عارفة ان الوقت ده وقت نوم خلاص يا اخوي ارجع يعني لو انت مش عايز ندخل يعني وكنت نايمة لا ممكن ارجع عادي لا يا سيدي خلاص بقى تعالي يعني بس خلي فيه سنس كده شوية يعني ان فيه وقت نوم يعني ان الناس مايجيش للبعض كده في وقت النوم فيه تلفون اتصل اسألي يعني ولا حاجة ونقول لك فضين ولا مش فضين اعودي عودي ايه انت هتعودي فين كده اعودي يا اخوي عالكنبة امال هاعد فين ايه هتوسخي الكنبة اعودي عودي عالارض انت عفت كده بل انت عاست اعودي على الهد الكامل ايه اعودي عودي عالارض خلاص يا اخوي انا هفضل واقفة هين انا كنت عايزك يعني بموضوع كده بسيط يعني ما ادخل الحمام وابقى جيلك ما تستعجلنيش حكما انا عناية فهى نوم ادخل الحمام كده واجيلك يا اختي ومالو يا اخوي براحتك براحتك حاجة تعرف ونس يجوا في وقت كده مش مناسب يا باي وانا يعني يا اخوي عشان محتاجك تعمل فيها كده وتزليني كده طب اروح لي مين مش انت ابن ام وابوي سندي وضهري ومزع مخودة جيلك افرحة جيلك محتاجة حاجة جيلك يعني اروح لي مين مالك يا اخوي اميداق ليه كده في ايه مفيش يا سيت اختجاب برا وقعد برا مين ام محمد ايوا يا سيت امو زيفت طيب كويس انا بحبها وحشيتني والله بقولك ايه ما تمسكش فيها على غدا خلصي كده الكلام معاها وقفلي معاها وانا اقرب كده اشد عليها في الكلام عشان تمشي عشان اعرفنا اكل الفرخة براحتنا يخصى عليك يا راغل انت مش عايز اختك تعد تاكل معانا تاكل معانا ايه انت عرف الفرخة دي بكام ده تلتمية وعشرين جنيه اللي والاخت تفاكل معانا يقعد اشتغل 12 ساعة في الشغل واقعد طالعين عشان في الاخر اخت وجران يقعد اكلوا معانا ده القرف اللي احنا فيه دي فق ايه يا عمر الفرخة كبيرة يعني وتكفين ايه يعني هتاخد اغل ربع لا يا اخي عيب كده ما يصحش ان انت بتعمله ده يعني محمد يعني بيجينا كل يوم وفق ايه اقولك ايه ريحينا دماغ وملكيش زع واخته وانا حر معاها مفيش فراخ ولا غدا هيطلع دلوقتي الا لما تمشي هي وانا هاخر بالوقتي تمشيها ايه وعتعمل كده والله لو مشيتها لانا همشي قابليها ايه وفق ايه حكما لما لكش خلف اهله مليش خلف احد يعني انت بشابه لك خلفية عملي الكلام اللي بقولك عليهم ملكيش فيه ازايك يا محمد واحساني اوي والله العظيم مليك يا بنت وقفة كده ليه مبتعودش ليه ايه عادي عادي يا حبيبتي انا يعني جاي اقول لاخويا كلمتين كده ومشي على طول ما تعودي انت وقفة ليه كده عودي والله لا تعودي از عمليك لو ما عدت والله حلوة اوي دي فق ايه يا بنت عودي ايه يعني معلش اصلي اخويا اقلي ما تعوديش على الكنبة يعني عشان ما توسخهاش وانا مش عايز اعمل مشاكل ما بينكو يعني يا سيدي مش مهم كنا بتقلي بتتكلم عليها عودي توسخ يا كنبة ايه ولا بتتكلم بتقلي ما تعوديش عليها لا عودي وبرحتك كمان حلوة اوي دي فق ايه عودي عودي وخد رحتك انت عارفة يا محمد انا عاملة النهاردة فراخ وصنيت بطاطس والله لازم تعودي تتغدي معانا لا 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 تكلوب الفهنة لا لا انا انا هامشي على طول جاي بس اقول لعمر حاجة ومشي والله يا بنا لازم تعودي وتتغدي حلوة اوي دي يعني يا سلام ايه ايه وانت بتجيلي كل يوم لا لازم تعودي وتتغدي معايا بتختك وبتاخوك تعود وتاخدراحتك وراحت رحتك كمان ربنا يكريمك ويخليك لي شوف انت بتعملين مع عاملة حلوة ازاي واخويا كان عايزي ماشيني منع الباب والله بيقول لنا مش فاضة انا كنت نايم تقلي جايبك دلوقتي هم ولاد الاصول كده ربنا يخليك يا حبيب ويخليك لي يا يا حبيبتي سواني والاكل يكون جاهزوا نقعد نتغدى سوى كلنا بنت اصول اخويا ده معاملته وحشة واسلوبه وحش خالص معاي لكن مراته زي العصر ربنا يبرك فيه يلا يا حبيبي بعشان نتغدى انا جعت قوي مشيت اختي خلاص مشت لا اختك قاعدة برا ونا نتغدى كلنا مع بعض فئة ايه هو انت بتسمعش الكلام اللي بقولهولك لا ايه هو انت بتفهمش ولا ايه انا حر ااكل اللي ااكله وما ااكلش اللي ااكلوش اخته انا حر معاه وكلمة لو لاك تمشي غصبا عنك عليك لا مش هعمل كده ومش همش اختك واختك لازم تقضي وتاكل معانا هي يعني ربع الفرخة بتاعها خلاص هيموتنا يخصى عليك يا اخويا بقى انت بتزعق لامراتك عشان مش عايزنا اكل عندك حسبي الله ونعمل وكيل فيك يا اخي حسبي الله ونعمل وكيل فيك انا لا عايز ااكل ولا عايز اشرب عندك وبيتك ده معدت دخليه تاني ايه شكلها غالب احسن الحمد لله صدق انا كمان هروح المهدوم وامش هروح بيت اهلك لان انت مالكش امان يلا غور انت اروخوا رب السلام انت تقري فين ايه الحمد لله الاثنين مشوا اروح اغرف لنفسي بقى واعد اكل الفراغ كلها الوحدي وبمزاجي وطلع بقى شوية الشربة وشوية الرز والبطاطس ولا دي تقريفني ولا دي تقولي اخذ منك حتي انا عايزك تدعو تاكل معاني لاش اعرف انتو الاثنين انتو عالم نكد